السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمنوا من الله أن تكونوا بخير وبصحة إذا يريد بعد إزالكم لا تنسوا اشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد والآن نوفيكم بأسعار جهاز تقوية شبكة المحمول في مصر سير جهاز تقوية شبكة المحمول في مصر 2021 الجهاز تقوية الشبكات تقوم بتعزيز الإشارة الخارجية من وإلى أبراج الاتصالات القريبة لتعويض بعد المسافة جهاز تقوية شبكة المحمول يساعد جهاز تقوية شبكة المحمول على تعزيز استقبال إشارة الشبكة اللاسلكية في الأماكن التي تعاني من وصول الإشارة حيث تستقبل هذه الأجهزة إشارات من الهاتف ثم تضخمها لتتمكن من التقاط الشبكات التي وضعتها شركة الاتصالات المختلفة تتأثر قوة الشبكات المحمول بالكثير من العوامل مثل المسافة والعقبات المحيطة وتقوم أجهزة تقوية شبكة الهاتف المحمول بالتقاط الإشارة من الهاتف المحمول ثم تقويتها وتضخيمها وعادة رسالها مرة أخرى إلى الشبكة المقصودة مما يؤدي إلى مساعدتنا في إجراء المكالمات بصورة أكثر وضوحا بالإضافة إلى تصفح مواقع الوب بسرعة كبيرة في الأماكن التي تعاني من ضعف الإلسان جهاز تقوية شبكة المحمول في المنزل قم بوضع ما يعرف بمقوي الإشارة أو سيجنيل بوستر وهو جهاز يعمل مثل معزز إشارة الواي فاي إذ يقوم بالتقاط الإشارة من نقطة الاستقبال فيها ما فيها جيد وينقلها إلى نقطة أخرى تعاني من مشكلات في الحصول على خدمة شبكة المحمول وعادة ما يكون هذا الجهاز مكون من قطعتين الأولى عبارة عن هوائي يلتقط الإشارة من سطح المبنى أو من بقعة أو زاوية محدودة في المنزل وينقلها معززة إلى هوائي آخر موجود في المكان المروق سعر جهاز تقوية شبكة المحمول في مصر أسعار أجهزة تقوية تختلف الشبكات بناء على المساحة المستخدمة في التغطية حيث أن الأجهزة التي تقوم بتغطية المساحة الكبيرة تختلف في سعرها عن الأجهزة التي تقوم بتغطية مساحات أصغر كما أن أجهزة 2G تختلف عن أجهزة 4G وغيرها من الأشياء التي تتحكم في السعر بشكل عام ويوجد أجهزة متوفرة بها شاشة من أجل عرض كل ما يقص البيانات وتبدأ الأسعار الخاصة بتلك الأجهزة بالشكل عام من 2500 جنيه والتي تصل إلى 11000 جنيه وقد يزيد على حسب المواصفات والإمكانيات التي تريدها في الجهاز وكذلك الملحقات الخاصة بهذه الأجهزة وبهذا قد أوفيناكم بأسعار جهاز تقوية شبكة المحمول في مصر 2021 لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس والتعمل برايك والسلام عليكم ورحمته وبركاته